هذا وقد اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد بورج بريندا وزير خارجية مملكة النرويج وذلك على همش مشاركة معالي وزير الخارجية في مؤتمر ميونغ للأمن بجمهورية ألمانيا الاتحادية جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبول دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية التعاون بينهما على أساس الاحترام والتقدير المتبادل بين الجانبين بما يعزز مصالحهما المشتركة كما تم التشاور وتبادل وجهة النظر حول أهم القضايا المطروحة على مؤتمر ميونغ للأمن إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك